خلال الأيام الماضية أكدت تقارير سحب الإمارات لبعض قواتها في اليمن بالتزامن مع محاولة جماعات موالية لها سيطرة على مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن واندلاع مواجهات بين قوات تدعمها الإمارات والقوات الحكومية في شبوى بالإضافة إلى عودة التوتر في سقطرة البعض يرى أن كل هذه الأحداث مترابطة فيما بينها فعلى الرغم من التبريرات الإماراتية مقدمة لخفض تواجدها في اليمن والتي تؤكد أن السبب يعود إلى أن ذلك يأتي في إطار دعمها للحل السياسي فإن هذه التوترات التي تشعل عددا من المحافظات الجنوبية تبدو وكأنها نتيجة مباشرة لهذا الانسحاب الجزئي للإمارات يؤكد هؤلاء أن الجماعات الموالية لأبوظابي تسعى لتحقيق أمر واقع في هذه المحافظات وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن قبل الانسحاب النهائي كما أن أبوظابي تواصل ضغطها على الحكومة الشرعية من خلال إطلاق يد الجماعات الموالية لها في الجنوب للتأكيد على دورها في كبح الانفصالين وبغرض الحصول على التنازلات المطلوبة على الطرف الآخر يرى فريق أن انسحاب الإمارات كان قد حدث فعلا لا علاقة له بما يحدث في عدن وشبوة وسقطرة وأن ما يحدث يأتي في إطار استحقاقات سياسية فرضتها طبيعة الظروف القائمة للنقاش سيكون معنا من عدن الصحفي في الدائرة الإعلامية المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح ومن عمان في الأردن الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع والبداية مع السؤال المشترك وأبدأ مع ضيفي من العاصمة المؤقتة عدن أستاذ منصور صالح أهلا بك أستاذ منصور أهلا وسهلا أستاذ منصور انسحاب جزء إلى أبوظبي هل سيتراجع الدور الإماراتي في اليمن هو حكاية الانسحاب الإماراتي ربما لم نسمع عنه سواء بوسائل الإعلام المناوعة للدور الإماراتي الإماراتيون تحدثوا مرارا وتكرارا أنهم قاءوا في سبيل إنجاز مهمة عاصبة الحزم لكبح المشروع الحوثي وهم ملتزمون بهذه المهمة التي قاءوا لها ولا انسحبوا إلا بإنهاء مهمة عاصبة الحزم لدورها في اليمن وإنهاء مشروع الحوثي أو إيقاد تسوية سياسية عادلة للقضية في اليمن مسألة الانسحاب هذه تكررت مرارا وتكرارا منذ سنوات ونحن نسمع وسائل إعلام الإصلاح والإعلام الحوثي وهي تتحدث باستمرار وبلغة مشتركة عن انسحاب القوات الإماراتية وكانوا غالبا ودائما ما يأتون بصور تحكي أن القوات الإماراتية قد انسحبت وأنها قد تخلت عن مهامها وكانهم يعبرون عن أحلامهم هذه الأحلام التي نعتقد أنه بخطؤنا كثيرا لأنه في حال إن انسحبت الإمارات ستكون الشرعية هي الخاسرة أتحدث عن وسائل إعلام تحدثت عن هذا الخبر عن الولستريت جورنر وارويترز هل تتبع الإخوان والإصلاح؟ نعم هي كثيرا ما وقعت وسائل إعلام غربية في ضحية لأعمال دسل معلومات غير دقيقة ومع ذلك الشقال الإماراتيون علقوا وقالوا أنه لن يتخلوا عن مهمتهم وأنه حتى أن حدثت عملية إعارة انتشار من مناطق معينة مثلا لانتهاء الحاجة لها كما كان الواقع في الحديدة بعد توقيع اتفاق ستوكولوم فهي تتواجد في مناطق أخرى ومنها مناطق معرب وهي في الأصل من تحمي القوات أو تحمي المناطق الخاضعة للشرعية ولجماعة الأخوان ونعود ونذكر بأنه في حال انسحبت القوات الإماراتية فستكون الحكومة الشرعية وستكون جماعة الأخوان هي أكبر الخاسرين لأنه بذلك سينتهي من يدافع عنها ومن يحميها ومن يحميها من صواريخ البلستية ومدافع الهاون التابعة لجماعة الحوثي طيب أستاذ بنصور بحسب التقارير الإعلامية المتداولة اليوم في ما يخص الإمارات هي بررت انسحابها الجزء من اليمن بدعمها للحل السياسي في اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي كيف يفهم هذه الإشارة؟ هو المجلس الانتقالي الجنوبي شريك مع الأشقاء في التحاف العربي وسيكون موقف من موقف الأشقاء في دول التحاف العربي هو دائما وتكرارا ما يعيد ويكرر بأنه مع الحل السياسي للقضية الجنوبية وأيضا الحل السياسي للمشكلة في اليمن الواضح جدا أنه لم يعد ممكنا حسم المعركة عسكريا خاصة مع تخاذل وعدم رغبة الأطراف الشمالية في خوض المعركة ضد الحوثي ومنها أيضا عدم رغبة الحكومة الشرعية في خوض هذه المعركة وتحويلها لمسار هجومها باتقاه الجنوب يبدو أنه ذلك سيدفع ربما العالم كله وسيدفع دول التحاف العربي للإقتناع بأنه لا توجد رغبة شمالية لدى القوى الشمالية ومنها التقمع اليمن الإصلاح والحكومة اليمنية لمواقهة الحوثي ولن يكون العالم لن يخوض معركة نيابة عن الشرعية طيب أسد منصور سأعود لك وهذا التحليل الذي قلت أنه ربما المعركة لن تحسم عسكريا البعض قد يفهم هذه الإشارة أنها ربما ما حدث من قبل قوات الإماراتية قد يكون مقدمة لذلك أنه لن يكون هناك حسم عسكريا فبالتالي بدأت بالانسحاب ورحب بضيفنا من الأردن الكاتب والمحلل السياسي والباحث عبد الناصر المودع أهلا بك سيد عبد الناصر أهلا بكم سيد عبد الناصر سأبدأ معك بالسؤال المشترك معنا في حلقة هذا اليوم انسحاب جزء لأبو ظبي هل سيتراجع الدور الإماراتي في اليمن؟ مساء الخير أخ سامي وتحية للأخ منصور لا يمكن الآن حتى الآن القول بأن الإمارات قد تراجع دورها خاصة وأن الانسحابات لازالت ما ذكر هي ما يشبه إعادة تموضع بمعنى أنها انسحبت من مارب ربما سحبت جزء من معداتها الثقيلة من الساحل الغربي كما ورد في الأخبار لكن بشكل عام يبدو أن هناك مراجعة هناك مراجعة إماراتية لدورها في اليمن خاصة وأن الوضع في اليمن أصبح وضع فوضوي وأصبح اليمن بمثابة مستنقع للسعودية والإمارات ولهذا السبب ربما يتلو هذا الانسحاب خطوات أخرى تعتمد على الأوضاع على الأرض إضافة إلى ذلك على العلاقة مع السعودية لأنه كما تعرف هناك على ما يبدو خلاف سعودي إماراتي وخاصة فيما يتعلق بالمشروع الانفصالي في الجنوب السعودية لا ترى بأن المشروع الانفصالي في صالحها بينما الإمارات لديها طموح خاصة بتقوية المشروع الانفصالي في الجنوب وبالتالي هذه الخلافات ظهرت لم تظهر حتى الآن على السطح ولكن هناك قراء كثيرة تشير إلى أن هناك خلاف إماراتي السعودي لكن في كل الأحوال السعودية ليس من مصلحتها في الوقت الحالي أن تدخل في خلاف علني مع الإمارات لأن في هذه الحالة السعودية ستبقى وحدها وسينتهي التحالف تماما إضافة إلى ذلك هناك فراغ سيتركه الإماراتيون في حال انسحبوا من جميع المناطق لا تستطيع السعودية سد هذا الفراغ مباشرة وفي هذه الحالة أعتقد بأن السعودية من مصلحتها أن لا يتطور خلافها مع الإمارات للحد الذي تنسحب الإمارات بشكل كامل من اليمن وكل هذه العوامل ستظل مرتبطة بالأوضاع في اليمن وفي المنطقة عموما خاصة وأن الصراع الأمريكي الإيراني كشف الإمارات وكشف حتى السعودية ووضعهم في موقف محرج الإدارة الأمريكية التي هي المصدر الرئيسي للغطاء الأمني لدول الخليج منذ أكثر من نصف قرن ظهرت في هذه المرة وكأنها ليست مستعدة بأن تشكل هذا الغطاء لدول الخليج وبالتالي هذه الدول يبدو أنها شعرت بأن أمنها القومي مهدد وأن الحامل الخارجي غير مستعد لأن يقوم بما كان يقوم به من سابق كل هذه الأمور ربما أثرت على الذهنية في الإمارات الأمر الذي جعلهم ربما يراجعون دورهم في اليمن ولكن بشكل عام لا نستطيع أن نقول بأن هناك انسحاب إماراتي كامل أو حقيقي من اليمن حتى الآن أعود للأستاذ منصور صالح أستاذ منصور التقارير الإعلامية المتداولة أيضا تقول أن الإمارات بررت انسحابها الجزئي بالدعم للحل السياسي ذكرنا ذلك السابق أنت قلت ربما أنه لن يحصل حسم عسكري في اليمن يفهم هذا التحليل وهذه الإشارة أنه إذن هذه الانسحابات جاءت في هذا السياق ربما والإمارات كما أشار الأستاذ عبد الناصر تريد إغراق السعودية في مستنقع الحرب في اليمن وأن ذلك نتيجة طبيعية للخلاف الحاصل فيما بينهم اليوم ربما في موضوع الجنوب واحدة من ملامح هذا الخلاف نعم أنا أولا كنت أتمنى أن أسمع حديث الأخ عبد الناصر المودع لأنني لم أسمعه بالمطلق والتحليلي حينما قلت بأن المعركة لم تحسم هو لا تعني أن هناك إقرار بموضوع الانسحاب الإماراتي الجزئي الذي تتحدثون عنه نحن نقولها دائما والأشقاء الإماراتيون أكدوها بأنهم لن ينسحبوا حتى انتهاء مهمتهم في اليمن بحسب الدعوة التي وقهت لهم من رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبد الربو منصور هادي مع ذلك نحن نقول أن المؤشرات تؤكد دائما بأن لا توجد رغبة لدى الأطراف الشمالية لخوض المعركة ضد الحوثي وهم عمدوا خلال خمس سنوات من الحرب على استنزاف التحالف وعلى إغراغ في مشاكل كثيرة ومع ذلك لم يقد التحالف العربي الذي يضحي بالمال والرقال في سبيل الدفاع عن المحافظات الشمالية وفي سبيل دحر من شروع الحوثي سواء الهجوم الذي لا يتوقف والذي تكرس له وسائل الإعلام حلقات لا عدد لها ومنها هذه الحلقة للإساءة للدور الإماراتي هذا الدور الذي كان ينبغي أن يكون محط تقدير وعرفة أليس في هجومك هذا شخص منصور تجني أن تقول أن هذه الحلقة مخصصة للإساءة للدور الإماراتي أين هي الإساءة ولماذا؟ هي بشكل عام ما يبث في معظم القنوات الفضائية للأسف ومنها قناة بلقيس دائما يتحدث ومنها ما يقول ضيفكم أن هناك نوايا إماراتية للغراغ السعودية أن هناك انسحاب إماراتي أن هناك دور إماراتي مشبوه لفصل القنوب على الشمال وأن هناك دور ميليشيات تتبع الإمارات وأن الإمارات تسعى لإفشال الحكومة الشرعية الإمارات العربية المتحدة لسنا في صدد دفاع عنها طيب ما أنك شرت إلى الجماعات المسلحة التابعة للإمارات اليوم في الجنوب هذه ما حصل إعادة التموضع والانسحاب الجزي ما حصل للقوات الإماراتية كيف سيؤثر على وضع هذه الجماعات المسلحة الموالية للإمارات والتي تحظى بدعم منها؟ لا توجد جماعات مسلحة تتبع الإمارات في الجنوب يوجد في الجنوب قوات مسلحة جنوبية هي الجيش الجنوبي الذي سرحته صنعاء بعد الوحدة وغذرت به وتوجد مقاومة جنوبية هي صاحبة الحق وصاحبة الانتصار الحقيقي الذي تحقق ضد بيليشيا الحوثي وتوجد أيضا أجهزة أمنية تم بناؤها بدعم من الأشقاء في الإمارات وهي ليست تابعة الإمارات هي أجهزة أمنية جنوبية وقوات مسلحة جنوبية هي اليوم من تحميل جنوب طولا وعرضا وبالتالي هو مجازة السيد منصوري وقال أنها تابعة الإمارات لأنها تحظى بالدعم والتسليح والتمويل من الإمارات لا ننكر هذا الشيء وهو نشعر بمشاعر التقدير والامتنان ونحن ممنونة كثيرا للأشقاء في الإمارات لما قدموه من دعم سخي وهم لم يقدموا هذا الدعم فقط للقنوب فقد قدموا أضعافه للشمال وهم من يقاتلون في الساعة الغربي بأسلحتهم وعتادهم وهم من يقاتلون وصواريخ الباتريوت أو الدفاعات القوية الإماراتية هي من تحمي مارب وهي من تقاتل في الساحة الغربي وهي أيضا حتى طائر الإماراتي هو من يقصف معاقل الحوثي في صعدة وفي صنعاء وليست طائرات الإصلاح ولا مدافع ولا دبابات على العكس هناك دعم إماراتي سخي قدم للقوات والمقاومة في الشعبية التي كانت سومة في الشمال والجيش الوطني لكن للأسف كان يذهب لجماعة الحوثي وهناك ألوية ومعسكرات كانت تتبع جماعة الإخوان وتتبع الشرعية طيب سيد منصور إلى أي حد هناك قال الأستاذ عبد الناصر المعدرة أكمل أكمل فقط أكمل فقط أن هذه الألوية للأسف بتجهيزها الكبير سلمت كما هي لجماعة الحوثي كما حدث في موريس بالضالع نكاياه بالمقاومة الجنوبية سلمت ألوية بحالها لجماعة الحوثي وفتحت لها الطريق اعتقادة منها أنها تستطيع أن تكسر الضالع وكذلك سلمت أسلحة وعتاد في القوف وفي مناطق أخرى وسلمت منطقة تقانية في البيضاء طيب أستاذ منصور يقول الأستاذ عبد الناصر المودة أن ما حصل من إعادة تموضع القوات الإماراتية أنه قد يكون ملمح لواحدة من ملامح الخلاف بين السعودية والإمارات حول العديد من القضايا في اليمن لعلى الأبرز فيها موضوع الجنوب ما تعليقك؟ لا أدري لماذا الإصرار لا لا نعم 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 لا أدري لماذا الإصرار على شق العصى ما بين دول التحالف العربي التي يبدو أنه تحالفا متينا وهناك تنسيق للعمليات الحربية وهناك تنسيق للقهود الإنسانية ولا نظن ما نلمسه حتى الآن هو وحدة القرار العربي وهناك اتفاق ما بين القيادتين الإماراتية والسعودية وهناك تنسيق متكامل لا توجد خلافات حقيقية سواء في ما يشاع عبر وسائل الإعلام وهي للأسف ما تغذيه قطر والتركيا في محاولة الوقعاء ما بين الشقيقتين الإمارات والمملكة العربية والسعودية على أرض الواقع العمليات العسكرية مشتركة وعمليات تسير باتفاق وتنسيق ولذلك تبدو متماسكة حتى هذه اللحظة أعود للأستاذ عبد الناصر قلت أستاذ عبد الناصر أن هذه الخطوة ربما قد تليها خطوات أخرى فيما يخص الموقف الإمارات العسكري في اليمن ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن أن تقول إليها الأمور بعد هذه الخطوة ما قراءتك أولا بس تصويب سامي أنا لم أقول بأن الإمارات تريد أن تغرق السعودية في المستنقع لم أقول هذه العبارة وهذا فقط لتصويب الكلام الخطوات اللاحقة المتوقعة يعتمد كما ذكرت لك على تطورات على الأرض على العلاقة مع السعودية تعرف أن اليمن هو في الأول والأخير شأن سعودي بالدرجة الأولى وعماني بالدرجة الثانية كون هاتين الدولتين هما دول مجاورة لليمن وبالتالي أمنهما القومي مرتبط باليمن بينما الإمارات وجودها في اليمن يأتي مسألة الأمن من مرحلة ثانوية بينما الإمارات أتت لليمن لغرض النفوذ وبالتالي من يبحث عن النفوذ عندما تكون هناك كلفة كبيرة للنفوذ ينسحب وجدنا الجيش المصري في الستينات عندما كان يحاول أن يوسع نفوذه عبد الناصر في اليمن عندما أصبحت الكلفة باهظة وانهزم في سبعة وستين انسحب وترك الجمهوريين ليواجهوا مصيرهم دون حتى أن يمدهم بأسلحة كانت موجودة في اليمن من المتوقع الإمارات عندما شعرت بأن عب وجودها في اليمن أصبح كبيرا وهنا العب ليس فقط عب مادي ربما عب معنوي عب سياسي بمعنى أن هناك ضغوطات عليها من الدول الكبرى على دورها في اليمن قضايا حقوق إنسان وغيرها من القضايا والملفات التي لم تكن الإمارات كونها دولة جديدة بما يمكن تسميته دولة ناشطة على المستوى الخارجي يعني الإمارات الأول مرة تشارك بقوات بهذا الحجم في تاريخها وبالتالي هذه دولة حديثة على السلوك الإمبراطوري إذا صح التعبير أو السلوك النشاط العسكري الخارجي اليمن أدت الحرب في اليمن إلى مشاكل كثيرة للإمارات والسعودية السعودية كون أن اليمن تمثل أمنها القومي لا يمكن أن تنسحب لأن انسحابها يعتبر سيستمر الخطر وسيتضاعف الخطر عليها بينما الإمارات إذا شعرت بأن اليمن أصبح عب وأصبح كلفته أكبر مما يجب ستنسحب طيب أن تقول أن تواجد الإمارات في اليمن أستاذ عبد الناصر هو بغرض النفوذ لكن ماذا عن العلاقة وقوة الشراكة التي يتحدث عنها الأستاذ منصور صالح ما بين السعودية والإمارات وأن هذا هو ربما أحد الدوافع الرئيسية لبقاء الإمارات اليوم في اليمن لاستمرار هذه الشراكة والتحالف مع المملكة العربية السعودية بالطبع يعني هي الإمارات نفوذها تم عبر السعودية لأن السعودية هي الدولة التي أنشأت هذا التحالف وبالتالي دخولها لليمن تم عبر السعودية وبالتفاهم مع السعودية ولكن كما اتضح لاحقاً اتضح بأن الإمارات أجندة تختلف عن أجندة السعودية عندما تساهم الإمارات في إنعاش المشروع الانفصالي في تقوية المشروع الانفصالي هذا يضر السعودية هذا يقوي الحوثي لأنه في نهاية الأمر أنت عندما تنشأ كيان انفصالي في الجنوب بمعنى أن الحوثي يستمر قوة رئيسية في الشمال وبالتالي هذا ما تريده إيران ويتناقض تماماً مع الهدف الأصلي للتدخل الهدف الأصلي للتدخل من الناحية القانونية والشكلية هو لإعادة الشرعية التي لم يسمح بإعادتها بأي شك من الأشكال وتحديداً فيما يسمى العاصمة المؤقتة عدن الهدف الرئيسي الآخر وهو هزيمة الحوثي وإنهاء الحركة الحوثية وهذا هو الهدف الرئيسي هذا الهدف لم يتحقق بل على العكس الحوثي الآن أقوى مما كان عليه قبل أربع سنوات والسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها التحالف التحالف كان عليها أن يوجه منذ اليوم الأول جهوده نحو ضرب الحوثي لا أن يذهب إلى الجنوب أو لا تعز أو إلى أي مناطق أخرى كان عليها أن يوجه جهوده طيب أقول هذه النقطة للأستاذ منصور اسمح لي اسمحي سيد عبد الناصر في ذلك الوقت المشروع الانفصالي هو السبب واحد من الأسباب الرئيسية التي عاقت السعودية عن تحقيق هدفها وبالتالي استمرار الإمارات بدعم هذا المشروع معناه أنه يتناقض مع الهدف الأساسي الذي أتت من المشروع أقول هذه النقطة بباشرة للأستاذ منصور صالح تعليقك على هذه النقطة دعم وإزكى وإن عاش المشروع الانفصالي يخدم الحوثيين أكثر ويؤخر من عملية استعادة الشرعية والتي كانت بناء على أساسها تدخل أشقاء العرب في اليمن أولاً كنت أتمنى على الزملاء في الكنترول إصلاح الصوت أنا لا أسمع بالمطلق ما يقول الأخ عبد الناصر أتمنى على الزملاء تدارك هذه المشكلة أكثر من يخدم مشروع الحوثي هم الذين يرفضون قتاله في قبهة نهم أكثر من خمس سنوات وهم نائمون ومن يخدم مشروع الحوثي هم من سلم إليه ألوية بأكملها في مريس بالضالع ومن يخدم مشروع الحوثي هم من دفعوا باتقاه توقيع اتفاق ستوكهولم في الحديدة وأنقذوه في اللحظة الأخيرة بعد أن كادت قوات العبالقة على وشك إسقاط المدينة ومن يخدم مشروع الحوثي هم من يهاجم دول التحافي العربية التي تقاتل الحوثي من يخدم مشروع الحوثي هم من يهاجمون المقاومة القنوبية والقوات القنوبية التي مرقتهم في الحوثي بالتراب من يخدم مشروع الحوثي هم من يتركون في صنعاء يعبث ويهين الناس ويذلهم ويختطف النساء ويعتقلهم وهم مشغولون بسقطرة ومشغولون بنفط شبوة وثرواتها من يخدم مشروع الحوثي هم الرافضون من الانسحاب من وادي حضرموت ويدفعون إلى زعزعات الأمن والاستقرار في هذه المنطقة في مقابل أنهم يرفضون الاتقاه للقبهات هؤلاء هم كما هو واضح يخدمون مشروع الحوثي ويعتبرون أن خصمهم هو القلوب الذي يقاتل حوثي أشرت إلى عدن وشبوة وسقطرة وهذا مدخل لننتقل المحور الثاني في هذه الحلقة مع الأنباء التي تحدثت عن بدء الانسحاب الجزء وعادة تموضع القوات الإماراتية حدثت أحداث في محافظة جنوبية في العديد من المؤسسات محاولة السيطرة وإقفال عدد من المؤسسات وأيضا توترات في عدن وشبوة وربما في سقطرة قيل أن هذا يعني أن المجلس يحاول اليوم فرض سيطرته قبل إنهاء الوجود الإماراتي فسرت هذه الأحداث بهذه الطريقة ما ردك؟ هو لسنا في مقبلنا دائما على الرد على كل شاردة وواردة وأحيانا بعض القول ربما لا يرتقي لأنه يستحق الرد المجلس الانتقالي الجنوبي في الوقت الراهن مشغول بمهام أكبر في جبهات القتال في مواقهة ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع ويقدم الشهيد والشهيد من القادة ومن الضباط ومن المناضلين الكبار والمجلس الانتقالي مشغول أيضا بحماية كريش والمجلس الانتقالي أيضا مشغول بخوض المعركة دفاع عن أشباءنا في الشمال بمقر وكالة الانبالي من يسبا في عدن إذن طالما وقعتم أسألكم لماذا لم تتحركوا كما تحركتم على أثناء سيطرة الحوثيين على وكالة الأنباء الرئيسية في صنعاء وكل مؤسسات الدولة لا نسمع كلمة منكم لكنكم تتباكون على مبنى متهالك أو لا يباشر العمل في أحد طيب أستاذ منصور لماذا تصير على أن تشبه ممارسات الجماعة المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي بتصرفات ممارسة ميليشيا الحوثي ليس إصرارا وهذه حتى تتضح لك الصورة من الأخوة الذين قاموا بإنزال اللوحة من على مقر وكالة الأنباء اليمنية سباء لا يمثلون المجلس الانتقالي الجنوبي وهم مجموعة من الشباب الجنوبي الغاضب الذين أثارت حفيظتهم واستفزتهم إن تقدم هذه الوكالة التي في الأساس لا تزاول عملا ولا تمارس أي مهام سواء موظف واحد يأتي ويخرج منها وتقوم برفع علم اليمن هذا العلم الذي تساقطها في زبيل إنزاله آلاف الشهداء الجنوبيين لا ندري ما المبرر وما الحاجة لاستفزاز الشارع الجنوبي لرفع علم غير موجود أصلا وغير مقبول به ولا يمكن يقبل به الجنوبيين بعد اليوم من قاموا بإزالة هذا العلم كانوا مجموعة من ناشطين الجنوبيين الذين هم على الدوام يقضون وحريصون على أن لا تمر مثل هذه الاستفزازات التي يبدو أنها يعني إذا كانت المشكلة العلم إذا كانت المشكلة العلم أستاذ منصور قرأتنا في عدن الغد لأحد الزملاء الصحفين في فرع نقابة الصحفين في عدن يقول إذا كانت مشكلة المشكلة في موضوع النقابة العلم أنزله وضعوا العلم الجنوبي لا مشكلة طيب سأعود لك أستاذ منصور صالح أعود للأستاذ عبد الناصر أستاذ عبد الناصر هذا الانسحاب الجزئي وفي نفس التوقيت مع تصاعد المواجهات وتوجهات الجماعات الموالية اليوم للمجلس الانتقالي قيل أنه يشير إلى أنها ربما هذه الممارسات رسالة ضغط على الحكومة الشرعية ما رأيك؟ يعني هي محاولة من قبل الانفصاليين بأن يفرضوا أمر واقع في هذه المناطق لكن كما تعرف أخ سامي عدن ليست عاصمة مؤقتة هذه هي المشكلة الأساسية التي لم يسمح الانفصاليون ومن وراهم الإمارات بأن تتحول إلى عاصمة مؤقتة الأخ منصور يتحدث بأنه إنزل العلم اليمني وهو علم غير موجود العلم اليمني هو العلم الوحيد الذي يحق له أن يرتفع في جميع أراضي الجمهورية اليمنية التي يعترف بها العالم ليس هناك من علم آخر ينبغي أن يرفع في هذه الأرض هذه مسألة قانونية على الأخ منصور وغيره أن يكفوا عن أوهام بأنه لا وجود لدولة الوحدة الأخ منصور وغيره عندما يسافر أي دولة هو يسافر بجوى السفر يمني إن لم يكن له جوى السفر آخر هم يقولوا نعترف بالرئيس الشرعي وهو رئيس الشرعي الذي هو الجمهورية اليمنية وهو ليس رئيس الجزر القمر العلم اليمني الذي يتم إنزاله هو جريمة لكن في حالة الفلتان الحالية هذه الجرائم لا يتم ملاحقة مرتكبيها أي اقتحام لمؤسسة حكومية هذه جريمة والأخ الذي قال بن وكالة سباب بأنه إذا كانت المشكلة العلم يرفع العلم الانفصالي هذا كلام كلام لسلطة مهترعة وليس لسلطة دولة سلطة دولة التي تحترم نفسها عليها أن تحترم رموزها وأهم رمز من رموزها هو العلم لو كانت هناك حكومة محترمة لو كان هناك رئيس محترم لما سمح بهذا العبث لما سمح بأن تنشئ دولة أخرى مليشيات تحت اسم لدولة لم تعد لها وجود سأعود لك أستاذ عبد الناصر سأعود لك أعود مرة أخرى لأستاذ منصور أستاذ منصور التساؤل الدائم والمكرر دائما من قبل الجميع لماذا اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على فرض خياراته بالقوة في المحافظات الجنوبية أولا نوضح أنه ما يتعلق بوكالة أنباسباء ووزارة التخطيط حيث أنزل اللوحات التي ترفع العلام اليمني وشعار الجمهوري اليمنية هي تمات من قبل شباب مطوعين لا يمثلوا المجلس الانتقالي الجنوبي وهم مشكورون أيضا لهذه الياقظة وهذا الاحساس الجنوبي لهذه الروح التي تستشعر معاناة أسر الشهداء الذين سقطوا في السبيل إنزال هذا العلام ما الحديث عن منع الزملاء في وكال السباء أو أي مرفاق آخر كلام غير صحيح وأنا هنا أتحدث وأنا نائب رئيس الدائر الإعلامي في المجلس الانتقالي الجنوبي وأستطيع أن أعدك أمام الملايين بأنه لن يمنع أي موظف من مزاولة عمله وإن قاءك من يقول غير هذا فأنا على استعداد أن أظهر معك في القناة وأقول ما تريد أنت الأخ المودع يحدثني بأن هذا العلام هو العلام القانوني أن الوحدة اليمنية أساسا قامت بـ 22 مايو بكل علاتها قبل بها القنوبيون ومع ذلك تم الغدر من صنعاء وتحولت الاحتلال وقاتل وناهب وأسلب وغدر في العام 94 وفي 21 مايو عام 94 أعلن الرئيس علي سالم البيض حفظه الله وأطال في عمره فك الأرطباط ومن يومها وهو من وقع الوحدة انتهت الوحدة ما بعده هو نظام احتلال وبالتالي بعودة بإعلان فك الأرطباط عادة جمهورة المنطقة الشعبية وهو العالم الذي ينبغي أن يرفع بغض النظر اعترف العالم ام لم يعترف الواقع نحن نتكلم على الواقع علام طيب سيد منصور طيب نعود للسؤال طيب لو تكرر من تأتي لماذا اليوم لماذا اليوم يقال المجلس الانتقالي فقط لا توجد لديه غير القوة لفرض خياراتي في المحافظة الجنوبية المجلس الانتقالي الجنوبي هو اليوم مثل الإرادة الجنوبية وهو يبني يسير في إطار منظم وعملية سلسة وهذا في بناء وتأسيس مداميك الدولة الجنوبية القادمة وهذا أمر لا يخفى لحد ولا ولا نبالغ في الحديث عنه مسألة القوة لا توجد قوة سوى في مواقهة ميليشيا الحوثي وهو لم يستعرض قوته على أحد حتى على بؤسسات الشرعية اليمنية التي يتماهى معها المجلس الانتقالي الجنوبي وما زال يقدم يمد يديه لها لإنجاز مهام معركة مواقهة ميليشيا الحوثي وإفشال المشروع الحوثي في إطار المعركة التي يقودها التحالف العربي عدا ذلك هي أوهام الحديث عن القوة المجلس الانتقالي الجنوبي فعلا يملك القوة وهو ليس بحاجة إلى مواطنين أو مجموعة من الشباب ليقوموا بتنفيذ عمليات اقتحام للمؤسسات إن أرادها يستطيع أن يعلنها الدولة في ساعة ولن يستطيع أحد أن يوقفه يستطيع بساعة أن يرفع علام القنوب على معاشيق وعلى كل مؤسسات الدولة لكن المجلس الانتقالي الجنوبي ما زال يمد أيديه للأخوة في الشرعية ويمد يديه أيضا للرئيس اليمني الشرعي عبد الربو منصور هادي وهو ما زال مع الأشقاء التحالف العربي طيب ننتقل لنقطة أخرى ما مدى اليوم قدرة الجماعات الموالية اليوم لأبوظبي في اليمن وتحديدا في الجنوب على الاستمرار في مشروعها بعيدا عن دعم الإمارات وتواجدها على الأرض يا أخي لا أدري أنتم نسيتم أم تتناسوا أن المقاومة القنوبية والحراك القنوبي انطلق في العام 2006 وفي العام 2009 أقبرت قوات علي عبدالله صالح أن تنسحب وهي رافعة راية الاستسلام من داخل القطاع الشرقي في ردفان وفي العام 2010 أقبر المرحوم عبدالقادر هلال ومستشار رئيس يومها ووزير الداخلية رشاد العالمي أن يمروا من ردفان والضالع وهم رافعين على من القنوب وإلا لم يسمح لهم القوة القنوبية والإرادة القنوبية فرضها بالسلم واليوم حينما حانت ساعات المواجهة وساعة الحقيقة ولحظة القوة استخدم الجنوبيين وقوتهم واستطاعوا أن يطردوا المجلس الانتقالي جنوبي الجنوبيون أقوية في السلم وفي الحرب والجنوبيون أقوية بوجود الأشقاء في التحالف العربي أو بوجودهم لا تعتقدوا ولا تحلموا أنه إن انسحبت الإمارات أو انسحبت التحالف بأن الجنوب سيكون لقمة سائغة الجنوب لم يسقط ولم ينهار ولم يستسلم وهم لا يملكون عصى وهم في البيوت لا يمتلكون حتى رواتب خرج القنوبيون واستشهد عمر بن عبد العزيز الشاب الصباحي وفي قيبة خمسين ريال لا يملك قيمة ماء واستشهد وضاح البدوي وهو يرتدي علام القنوب واستشهد نبيل الخالدي في شبوة دفاعا عن شبوة واستشهد الكثير من الشباب القنوبيون وهم لا يملكون قيمة الغداء في ساحات العروض برصاص قوات الأمن المركزين لم يتراجعوا ولم ينهاروا صحيح هذا في وقت سابق كان الناس متطوعون صحيح وكان الناس يقدمون وخرجوا من أجل القضية صحيح لكن الآن هناك مرتبات تدفع هناك مرتبات تدفع الآن هناك آلاف من الجنود في الحزام الأمني وفي قوات النخبة وباقي التشكيلات العسكرية من سيدفع لهؤلاء مرتباتهم من سيلتزم باستمرار التسليح والدعم الحمد لله أنا أقول لك أن هذه القوة التي أقبرت علي عبد الله صالح على الانسحاب وعلى الاستمرار وأقبرت هلال وأقبرت العليمي على أن يرفعوا علام القنوب وأسقطت علام اليمن من كل المحافظات القنوبية قبل الوحدة باستثناء المرافق التي كان يحرسها الأمن المركزي هؤلاء اليوم باتوا لديهم قوة وباتت لديهم دبابات ومدافع وباتت لديهم جيش لدينا اليوم أكثر من خمسين ألف لدينا اليوم النخبة الشبوانية الضاربة ولدينا النخبة الحضرمية لدينا الحزام الأمني ولدينا أمن عدن ولدينا أكثر من عشر ألوية هي ألوية الصاعقة لدينا قوة ركعة الحوثي ولن يعجزها أن تركع قوات علي ومحسن الأحمر أو غيرها نحن اليوم من يقاتل نيابة عنكم لا أنتم ربما لا تدرون أنه نائب رئيس الدائرة الإعلامية في مديري ترخيا بمحافظة حضرموت استشهد دفاعا عن عبد الناصر المودع ملاحيظ القنوبيون بقيارة العميد عدل علي في الملاحيظ هم من يدافع ويقاتل في صعدة نيابة عنكم وهم أيضا من يقاتل نيابة عنكم في الحدود وهم من يقاتل اليوم نيابة عنكم في قعطبة وموراء نحن نحاول أن نتجنب تشخيص الحوار ربما شخصانته فيما بينكم كضيفين أعود لأستاذ عبد الناصر مودعو أستاذ عبد الناصر نفس السؤال الذي طرحته على الأستاذ منصور عن قدرة الجماعات الموالية اليوم للإمارات عن استمرار والمضيف بمشروعها بعيدا عن دعم الإمارات وتواجدها على الأرض أولا يعني الحديث عن أنه هناك دولة احتلال هذا كلام ليس إلا في ذهن الانفصاليين العالم في 94 قرارات مجلس الأمن حينها لم تذكر إلا صراع محلي القرارات مجلس الأمن منذ 2011 حول اليمن تؤكد دائما في الديباجة على وحدة وسلامة أراضي اليمن القانون الدولي هو مع وحدة اليمن لا يمكن لأي كان أن يعتبر القوات الشرعية اليمنية هي قوات احتلال إلا هؤلاء الانفصاليين هذا من حيث المبدأ الأمر الآخر هذه القوات هي قوات شكلت من قبل الإمارات تمول من الألف إلى اليابة فيها أبسط الأشياء من الإمارات لا يمكن لهؤلاء أن يطعموا أفرادهم ليوم واحد بدون الدعم الإماراتي وبالتالي إذا اضطرت الإمارات أن تنسحب لسبب أو لآخر وهو يعني سيأتي اليوم الذي سينسحبه لا يمكن لهؤلاء أن يظلوا في اليمن لفترة طويلة اليمن أكبر منهم وأكبر من أمبراطوريات كبيرة فما بالك بدول صغيرة الحجم كالإمارات التي سكانها لا يتعبدوا مدينة صغيرة مدينة طيب سيد عبد الناصر أن تقلل من ثباتهم واستمرارهم في حال انتهاء الدعم الإماراتي هو استشهد الأستاذ منصور بالكثير من الشباب في الجنوب وماذا قدموا خلال فترة الماضية يا أخي المظاهرة هنا وهناك هذه ليست لا تخلق أمر واقع الحوثيون قاتلوا علي عبدالله صالح لكنهم لم يستطعوا أن يخرجوا من صعدة وبالتالي هؤلاء لو اختفت دعم الإماراتي اليوم أقول لك بأن هذه القوات ستتبخر وسيبقى قوات صغيرة جدا تمارس قطع الطرقات وتترزك من قطع الطرقات ومن الارتزاق عبر فرض جبايات على الناس وحتى جميع ما يستطيعوا أن يجبوه من عدن ومن المناطق التي يسيطرون عليها لا يطعمهم 5% مما تطعمهم فيها الإمارات وبالتالي هذه قوة رهينة بالآخر ومن اعتمد على عشاء غيره كما يقال أو طعام غيره بات بدون عشاء وهؤلاء مثلما ذكرت لك الجيش اليمني السلال كان معتمد على المصريين عندما انسحبوا المصريين انتهى سلطة السلال في أيام هؤلاء عندما تنسحب الإمارات وترفع الدعم عنهم سيتبخرون لن تجد لهم لا القواتهم خاصة وأن المعدات حتى المعدات العسكرية هي أشبه بعهدة ستسحبها الإمارات لأنها ملزمة من قبل البائع بأن لا يتسلم لطرف ثالث الإمارات لا سستطيع أن تسلم لهم أسلحة أمريكية وفرنسية وبريطانية هذه الأسلحة سيسحبوها ستبقى لديهم أسلحة خفيفة يمارسون فيها بعض العمليات البسيطة هذا لا يعني بأنه ستختفي كل قوتهم وقوتهم ولكن قوتهم الرئيسية ستختفي هذا أمر مؤكد هؤلاء ليس لديهم قوة ذاتية حتى الدعم الشعبي الذي كانوا يحصلون عليه في الماضي من خلال دغدغة عواطف الناس وبأنهم سينشئون نظام مثالي في الجنوب الآن معظم الجنوب أصبح يريد أن ينفضهم بعد أن مارسوا النهب والسلب والإذلال ننقل هذه النقاط من قبل الأقلية ننقل هذه للأستاذ منصور صالح أستاذ منصور إذن القوى العسكرية التي تتحدث عنها ستتلاشى كما يقول عبد الناصر المودع الكاتب والباحث السياسي ضيفنا من الأردن وأيضا الدعم الشعبي الذي كان يحظى به المجلس الجنوبي يقول أيضا أنه ربما هو في تراجع دائم ما ردك وتعليقك والله أنا أستغرب أنه واحد بهذا الحاكم لا يخقل أن يقول كلام كهذا نبتعد أستاذ منصور أرجوك نبتعد عن الشخصنا دعنا نحلل وتتكلم بالقوى لا ليست يا أخي سامي الرجل يتهم الرجال بأنهم مرتزقون بقطاع طرق ولا يدري أنهم يتلقون مصروفهم من الإمارات ولا يدري أنه هو من يتلقى مصروفه في فنادق عمان نحن على أرضنا وصامدون وثابتون بوجود الإمارات بغياب الإمارات بوجود السعودية بغيابها الوحدة اليمنية التي يتحدث عنها لا أدري مع من يريدون أن نتوحد الواضح جدا أن الأخوة الذين يتحدثون وينظرون ويتفلسفون عن وحدة اليمن لا يريدون الاعتراف أنهم قد خسروا الشمال وأن الشمال باتت تحت سلطة طهران وفي حكم الحوثي وأعتقد أنكم تحتاجون أو الأخوة في الشمال يحتاجون إلى ألف سنة جديدة للحظم الزيدي هل وضعكم بدائل؟ طيب نتحدث عن البدائل التي يضعكم لا أعتقد أنا أكمل 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 فقط أنه أقول أنه للأسف أنه الآن الأخوة الذين يأسوا من العودة إلى الشمال باتوا يبحثون عن وطن بديل كما بحث اليهود عن وطن بديل لهم حينما طردوا من كل العالم ذهبوا إلى فلسطين والأخوة الشماليون الذين أطردهم الحوثي يريدون أن يبحثوا عن وطن بديل في القنوب والقنوبيون ليسوا في وضع فلسطين في الأربعيناتهم للأسف أستاذ منصور للأسف أستاذ منصور صحيح أن الميليشيا الحوثي استقوت عليهم وأيضا أشقاء في الجنوب يستقون دائما ما نشاهد كثير من المشاهد داخل الجنوب أيضا يتم الاستقوة على أخوتهم الشماليين وطردهم ومضايقتهم في الجنوب على العكس على العكس تماما الأخوة من أبناء الشمال هم أهلنا وهم أخوتنا والجنوب يفتح دراعيه للجميع وأي تصرف وإن كان فرديا إن حدث فهو مدان ومرفوض ونحن دائما ما خطابنا في المجلس الانتقالي الجنوبي هو خطاب تصالحي متسامح نحن مع أهلنا في الشمال نحن نقدم الدم نقدم الغالي والرخيص دفاعا عنهم في أكثر من منطقة شمالية لم نقل إنهم شماليون أو أنه نحن نحتوي بالجنوب طيب تبقت لدينا ثلاث دقائق أستاذ منصور دعونا نترك ثلاث دقائق المتبقي الحديث عن المخاطر والمخاوف التي يتحدث عنها البعض من انسحاب القوة الإماراتية أستاذ عبد الناصر المودع هل هناك أي مخاطر أو مخاوف من هذا الانسحاب أيضا عسكريا هناك جبهات تتواجد فيها الإمارات بشكل قوي ومباشر كجبهات الحديد الساحل الغربي هل من تأثيرات ستكون على هذه الجبهات وعلى سير المعارك مع مليشة الحوثي؟ بالطبع وتحديدا جبهة الساحل الغربي في حال انسحب الإماراتيون بشكل غير منظم هذا سيقوي الحوثيين وربما يستطيعوا أن يستعيدوا السيطرة على بعض المناطق السهلة في هذه المنطقة كذلك في بعض الإمارات كان لها دور عسكري ومهم مثل هذه الجبهة لكن بشكل عام هي لن تزيد الفوضى عما هي عليها الآن إذا انسحبت الإمارات وأصبحت السعودية هي الطرف الوحيد المسؤول عن اليمن على السعودية في هذه الحالة أن تصوب الأخطاء التي تمت أن تنشئ سلطة حقيقية لديها مصلحة حقيقية في القضاء على الحوثي ليس هذه هذه ليس لديهم مصلحة في القضاء على الحوثي هو يريد الحوثي لأنه يبقى في السلطة الانفصاليون يريدون الحوثي أن يبقى في الشمال ويمثل الشمال كما ذكر لك يقول الشمال في يد الحوثي وهم يريدوا أن يظل الحوثي مسيطرة على الشمال وهذا يتناقض مع الهدف الرئيسي الذي دخلت من أجل الإمارات والسعودية وهو إسقاط الحوثي وليس تقوية الحوثي هؤلاء يريدون أن تركوا لنا الجنوب ونترك الحوثي في الشمال وهذه أجندة إيرانية وليست أجندة سعودية على أذكر الأخل هذه أجندة إيرانية عملت عليها إيران منذ فترة طويلة إيران دعمت الإنفصاليون ودعمت الحوثي وكأن أجندتها الآن يتم تنفيذها من قبل الإنفصاليون في الجنوب ومن قبل الحوثيين في الشمال الحوثيين أيضا من فترة طويلة وهم يوصلون للجنوبين بأنه ليس لسنا مهتمين بالجنوب نقول نقطة لأستاذ منصور حول المخاطر والمخاوف وأيضا تأثير الانتحابة على سير المواجهة والمعركة مع ميليشيا الحوثي نعم هي المخاطر ستكون محذقة وحقيقية وسيكون من شأن انسحاب الأشقاء في الإمارات أو الأشقاء في السعودية أن يعلن الاعتراف رسميا بالحوثي كحاكم للشمال وأتوقع أن انسحابة الإمارات سيكون الحوثي خلال ساعات داخل مدينة مأرب آخر معاقل الحكومة الشرعية وسيتمكن أيضا من السيطرة على الحديدة وباقي براطق الشمال وستعلن الشمال منطقة أو عاصمة كما قالوا رابعة تابعة لطهران جنوبا نعتقد أن الانسحاب ربما سيعطي القنوبيين وسيقع لهم في حل من كل الالتزامات ويسيكون من شأن أو بمقدورهم إعلان الدولة الجنوبية المستقلة دولة الجنوب وعاصمتها عدن وهذا ربما ما يطمح إليه الكثير من الجنوبين الذين يعتقدون اليوم أنه لولا الانتزام للأشقاء في التحالف العربي وفي مهمة خوض هذه المعركة لا تفرغوا لدولتهم ولا عادوا قواتهم والتي تقاتل بقيارة العقيد المصعبي في داخل الملاحيظ والعادوا قواتهم أشكرك جزيلا لأستاذ مؤسس صالح لتها وقت هذه الحلقة والحجز عبر الأخمار الصناعي أنا مضطر لإنها هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم ضيفي الأستاذ منصر صالح نائب رئيس الدائر الإعلامي في المجلس الانتقالي الجنوبي من العاصمة الموقع تعدن وإيضا الكاتب والباحث والمحلل السياسي عبد الناصر والدعم الأردن انتهت هذه الحلقة من فضاحر في الجمعة القادمة أسبوع القادمة حلقة جديدة في أمان الله